وانا قاعد عملت بفكر في مسألة الوساطة المصرية للسيدتين اللي كانوا محتجزتين دول ووصولهم يعني وخروجهم وما الى ذلك والله انا هقولك كنت بفكر في ايه وفعلا بصوت عالية مصر اكبر بكتير مما كنا احنا حتى نظن احنا احنا الناس احنا المصريين هكلمك بمنتهى الصراحة احنا كلنا كلنا بدون شك لازم يجي عندنا في وقت من الاوقات يسموك كده يقولك ups وdowns طلوع ونزول وبعدين تحصل لحظات فارقة تقدر ترجع لك مرة تانية الايمان واليقين وما الى ذلك بأي شيء حتى واحنا بنتفرج على مصر والدور المصري لما ديجي ترجع تتفرج على الدور المصري لا اهدى مصر كبيرة جدا بحكم التاريخ مصر كبيرة جدا بحكم الجغرافيا مصر كبيرة جدا الوضع الجيوسياسي مصر كبيرة جدا كيفية استخدام اوراق السياسة وقدرتها على الضغط وقدرتها على التنصيق وقدرتها على التواصل وخب بالك بقى من مسألة ما بين الضغط والتنصيق والتواصل العالم لا يلتفت إلا للوسيط النزيه يعني لازم تقعد تسأل نفسك هو طب اشمعنا الوساطة المصرية هي التي تقبل هقولك لأسباب عديدة جدا إنه مصر ليها ثقل سياسي كبير جدا إنه مصر عندها جيش مهم وبخم جدا ومش ضخمة من حيث العدد أنا بكلامك من حيث قوته وقدرته إنه مصر لديها رئيس العالم يعلم جيدا أن هذا الرجل ينفذ ما يعد به ينفذ كل كلماته أن الرجل لا يهدأ حتى يصل إلى تمام أهدافه دي نمرة ثلاثة أربعة العالم عارف أن هذا الرجل يقف خلفه مية وخمسة مليون مواطن هم كل الشعب المصري والصورة كانت شديدة الوضوح أربع خميس جمعة لم يكن يوما واحدا ولا يوما بثلاث أيام متتالية من مظاهرات تقف خلف الرئيس وتفوضه في أن يفعل كل ما يراه فوق كل ده العالم يعلم جيدا نزاهة الموقف المصري أن الموقف المصري دائما نزيه الوساطة اللي لعبتها مصر علشان وصول السيدتين المحتجزتين هي وساطة نزيهة لأجل الإنسانية ووصلت السيدتين المحتجزتين لمعبر رفح دلوقتي بيجري قدام حضراتكم أهو استقبالهم دي إجراءات الاستقبال بتاعهم من قبل الأطقم الطبية المصرية وانا عايزك تشوف قدامك المشهد وانا بتكلم هذا المشهد بالمناسبة هو مشهد دال دال على ايه؟ دال واحد مصر تعلي مبادئ وقيم الإنسانية ولا تفرق بين يسارا ويمينا لا شمالا ولا جنوبا لا شرقا ولا غربا مصر تعلي مبادئ الإنسانية وكافة القيم الإنسانية ولا تحاول أن تلوي أي ذراع للحقيقة ده نمرة واحد ده زي ما حداتك شايف يعني بداية وصول السيدتين اللي كانوا محتجزتين ووصلهم إلى المعبر المصري ودخلهم للأراضي المصرية وتبدأ تستلوموا من قطقم الطبية المصرية لعمل اللازم اتنين المشهد اللي انت شايفو ده ما تعملوش دولة صغيرة تعملو دولة كبيرة المشهد اللي انت شايفو ده ما تعملوش دولة لا ضعيفة ولا متوسطة ولا فوق المتوسطة المشهد ده ما تعملوش غير دولة قوية جدا 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 داخل قوي هو ظهير لرئيسه وقائده تصبح كل حاجة فيما بعد سهلة كلما كانت داخل قويا كلما بقت كل حاجة سهلة كلما كانت داخل متوحدا على هدف كلما كانت كل حاجة سهلة كلما كانت داخل ظهيرا لرئيسه وقائده ما بين قوسين ثقيلين زعيمه كل حاجة بقت سهلة لانه هنا العالم ينظر في الحالة دي لزعيم الدولة قائدها رئيسها بيعتبر ايه؟ هذا الرجل في منتهى القوة على اطلاق المعنى دوره شعبه كله كله عشان كده مشاهد الاربع والخميس والجمعة تفرح القلب علشان كده معايير القوة الشاملة المصرية عمليا اقولك احنا النهاردة لأ ده احنا عندنا معايير القوة الشاملة المصرية او معايير القوة الشاملة باعتبارات ومعايير العالم كيفما نتحدث في القرن الواحد وعشرين كلها مكتملة في مصر عندي كل حاجة وبالتالي اقدر اوصل لكل حاجة عايز اوصل مشاعدات لغزة وصلت لانك دولة كبيرة وقوية عايز استدامة المساعدات لغزة فاستدامت لانك دولة كبيرة وقوية عاوز اتوسط لاخراج سيدتين لنظرة لظروفهم الصحية توصت ونجحت لانك دولة كبيرة وقوية عايز اتوسط مع العالم وامام العالم لاجل ايقاف هذا الهجوم على القطاع واستهداف المدنيين نعم جلست وطفاوط مع كل زعماء العالم هاتلي دولة وحدة من الدول الكبيرة قيادات العالم انقرط ما كانتش على التليفون او ما كانش رئيسها موجود في مصر عايز بقى تتكلم عن روسيا عايز تتكلم عن المانيا عايز تتكلم عن فرنسا عايز تتكلم عن انجلترا عايز تتكلم عن الولايات المتحدة الامريكية اهلا وسهلا ما بين اتصالات وليس اتصالا واحدا تليفونيا وما بين الحضور بالشحم واللحم امام فخمة الرئيس المصري فانت الوسيط لانك دولة كبيرة وقوية انت عاصمة القرار لانك دولة كبيرة وقوية هدفي ايه اهم هدف عندي دلوقتي هو الانسان دخول المساعدات الانسانية بشكل دائم مستدام كافة المساعدات اكل شرب مهمات طبية واغاثية وقود انا لازم اوصل المساعدات للناس في فلسطين في قطاع غزة فبوصل المساعدات للناس في فلسطين وبالفعل وانا بتكلم مع حضرتك ومن قبل بتكلم كان بدأ دخول الدفعة الجديدة من المساعدات الانسانية عبر معبر رفح جمهورية مصر العربية اشتركوا في القناة